اشتركوا في القناة فقط يتكلموا انجلش فاعذروني لو لقيتوا في كلام انجلش في الفيديو فما تتضيقوش مني وكملوا للاخر وان شاء الله اجواكم على كل الاسئلة اللي سبتوا هالي هنبتدي باسئلة الفيسبوك اول سؤال من ابتسام يونس بتسألني ليه الكيك بيهبط من المنتصف بتاعها في كذا سبب للموضوع ده هبتدي باول سبب اللي هو ممكن يكون درجة حرارة الفورن درجة حرارة الفورن لو عالية قوي الكيك هيبتدي يستوي بطريقة مش متساوية وهينتفخ جامد قوي وبعد كده مش هيكون احنا ثبتنا التسوية دي هتكون بس ارتفعت بزيادة قوي بعد كده هب اول ما تطلع من الفورن هتهبط وبالذات من المنتصف تاني سبب هيكون انت لما بتحطي خليط كيك في صنية في الفورن الصنية معمولة من معدن فالمعدن بيوصل حرارة اسرع لاطراف الكيك عن المنتصف فبالتالي المنتصف ما بيبقاش لسه تثبت زي الاطراف بتاعت الكيك في التسوية بتاعته واول ما بيخرج من الفورن بيسقط من النص فعلشان داي تضبط اولا حرارة الفورن تبقى مش عالية تبقى هادية خصوصا مع اي كيك عشان تديها مجال ترتفع على مهلها والارتفاع على مهلها بيخليها تثبت يعني انا ارتفعت شوية هثبت على كده مش ارتفعت جامد قوي بسرعة هب ودرجة الحرارة غيرت من سخنة قوي لساعة قوي فبتقوم هبطأ الكيك بتاعتي فانا عشان اخليها ما تهبطش من النص هبتتي ان انا احطها على فورن درجة حرارته مش عالية 160-150-170 لو الفورن بتاعك حرارته هادية جدا وبعد كده نحط برضو في حل تاني ان احنا ما نخليش الكيك يبقى فيه سوى مختلف الاطراف تستوي زي المنتصف وده هنعمله بان احنا نجيب فوطة قديمة ونقطحها على حسب طول بتاع الصناية بتاعتي وبعد كده نبلها بشوية مية ونلفها حوالين الصناية بتاعت الكيك ونقفلها بدبوس مشبك على بعضها وبعدين نملي الصناية بتاعتنا المدهونة طبعا بخليط الكيك وندخلها الفورن تستوي الفوطة اللي عليها مية من الاطراف بتخلي الحرارة تفضل متساوية في تسوية القلب الكيك كله مش الاطراف يوصلها سوى قبل المنتصف السؤال الثاني من ابتسام برضه بيقول ازاي اختبر البايكينج باودر واعرف اذا كان هو لسه صالح ولا لا الموضوع سهل جدا بتجيبي نص كباية من المية السخنة تكون سخنة وتحط فيها معلقة صغيرة من البايكينج باودر اول ما هتحطيها فيها حتى تبتدي تعمل فقاعات وبوبلس كتيرة جدا 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 ده معناه ان البايكينج باودر شغالة وممتازة ويفضل حفظ البايكينج باودر في مكان معتدل الحرارة ما يكونش في حرارة عالية مش سخنة قوي تمام فالحرارة تكون معتدل او عادية يعني ويفضل طبعا برده شوية ويحتفظ بي من 6 اشهر ل 12 شهر من اول فتح العلبة يعني ما تزودوش عن سنة عندي سؤال من ندى احمد شوقي بتسألني على طول بيقولوا مقاس الصينية مثلا 23 بس مش فهم قصدوهم سنتيمتر ولا بوصة ولا ايه بالضبط والنتيجة بلاقي نفسي عملت كيكة بس كمية كبيرة جدا على الصينية فهتبوض مني تمام السؤال ده لطيف جدا يا ندى وانا كنت بتسأل على نفس السؤال ده اول ما بدأت اطبخ خالص اول ما بدأت اخبز السؤال بسيط جدا ما فيهوش مشكلة لما بقولك صينية مقاس 23 بتبقى يوجولي 23 سنتيمتر لكن لو قلتلك الصينية بتاعتي مقاس 8 إنش 8 إنش يعني حوالي 20 سنتيمتر فناخد بالنا من الموضوع ده لان البوصة اقل بكتير قوي من السنتيمتر البوصة تقريبا 2 سنتيمتر لما نضربهم في 2 سنتيمتر يطلع لنا بالسنتيمتر لو قلتلك 8 إنش اضربيهم في 2 سنتيمتر هيتلعلك رانيا الحسيني بتسألني عايزة اسأل على عجينة البيتزا ايه رائك من اضافة الزبادي وهل اضافة الباكينج باودر مفيدة للعجينة بتعيبت معايا ربا ما كونش بزهك حبيبتي رانيا مش بتزهقيني ومش بتتعبيني وانا بعتبر ان ده مسئولية ان انا اجاوب ضمير وارد واخلي الناس كلها وكل ستات البيوت وكل الرجالة الشاطرة كمان ان هي تعرف تطبخ اكل حلو جدا في بيتها تكلفة اقل وسحة اكتر ونضافة ويعني بتحسي بالانجاز كده لما تعملي مكونات على بعض بتبقى غريبة وفجأة هتطلعي اكلها تعملها حلو فانا مش بازهق خالص واجابة على سؤالك عجينة البيتزا ايه رأيي ان انا اضيف لها الزبادي بوسي انا بحب اخلي الحاجات زي ما تعملت يعني بيعجبني ان البيتزا تفضل بيتزا البيتزا هي عبارة عن عجينة عيش اصلا فبحب الشدة بتاعت البيتزا يعني لما تيجي تقطمي عيش ما بتلاقيهوش هش وفلافي قوي بزيادة فهمة العيش معروف ان هو دايما بيقافي شدة كده معينة فانا بحبش اضيف للبيتزا زبادي لان الزبادي اولا في خمائر زيادة فبيخلي العجينة هشة بزيادة هشة بزيادة يعني فيها طريان بالزيادة او البيتزا ما بتبقاش طرية قوي قوي كده ده رأيي الشخصي يعني بس انتي كل دي ازواء لو انتي حب تعمليها طرية قوي قوي كده حطي زبادي تماما انا بحب حط الزبادي في عجينة المعجنات انتي ما بتكلي حطة معجنات بتبقى طرية في بقك ونعمة كده والشدة بتاعتها مش زي شدة العيش 100% تبقى اقل شوية وفيها هشاشة اكتر وفيها طريان اكتر فانا بحب اقوي ازود الزبادي على عجينة المعجنات مش على عجينة البيتزا وبحب اضيف البايكينج باودر البايكينج باودر بيدي للعجينة برضو زي ما تقولوا سبرينينس او بتبقى يعني لما تدوسي عليها تطلع تاني كده بطريقة لزيزة جيدة بتبقى حلوة اقوي مع عجينة العيش حتى العيش نفسه يفضل تضيفي له حاجة بسيطة خصوصا العيش العربي حاجة بسيطة بيكينج سودا او بيكينج باودر بتتديله شدة كده حلوة في العجينة وكل الحاجات دي حسب الرغبة ممكن تشيل بيكينج باودر وممكن تضيفي زبادي لعجينة البيتزا ده كله حسب رغبتك تماما بس ده رأيي الشخصي انا بحب البيتزا تبقى من غير زبادي بيبقى ليه قوام مختلف عن المعجنات انا بحب دايما الاختلاف علشان دي وصفة غير دي ودي قوام غير دي فلما الناس تدوق دي عن دي بتلاقي في فرق جوجو فاتحي بتسألني عندي سؤال الطبخ بالنسبالك دراسة ولا هواية ولو دراسة درستي فين في مصر الطبخ بالنسبالي هواية بحتة اتمنى ادرس انا بحب اخد الموضوع يعني حتى اي هواية بالنسبالي بحب اخدها محبش اتدلع فيها او اخدها ان مجرد هواية وخلاص بمزاجي بحب دايما زي ما تقولي اقرأ كويس جيدر عن الوصفة اللي بعملها ادور على طرق ازاي عملوها من بداية ما بدأت خالص تاريخ الوصفة ايه وازاي بتدت وازاي اتعملت واسمها وتفاصيل كتير قوي عنها وطريقة عملها من اصل بلدها حتى لو انا مش بفهم اللغة بتاعتهم بفضل اتفرج ودور وافهم واقرأ برضو على جوجل كتير جدا 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 بس انا مش درسة واتمنى ادرس يا جوجل عندي هنا برضو سؤال تاني على الفيسبوك من صباح حبيبتي صباح غربي حبيبة قلبي الجميلة عمل القاكي اكيد بقتني الله في وقت ما ربنا كتبه ان شاء الله هنتقابل حبيبة قلبي يشرفني قابلك واشوفك واسلم عليكي واكلك من اكلي ان شاء الله يا ربي يعجبك ان شاء الله لو اتقابلنا السؤال التاني بتقولي كيف تقضي على فترات المؤلمة في حياتك التي مريتي بيها وكيف نستطيع ان نعيش بمرح رغم القلم اي كيف نعدي السعو بس يا صباح انا اجابتي هتكون فلسفية شوية وممكن ناس تزهق او تقول ده كلام في الكتب بس ده لنا ماشي بيه في حياتي يعني وبعمله لا تخر الحياة من الصعاب ومن المتاعب ومن القلم لكل حد فينا بتفاوت الدرجات ولكن طبعا الامام بالله هي اهم حاجة اهم نقطة الامام بالله وان ربنا رحيم وكريم ومش عايزنا نبقى تعساء التعاسة بتيجي من تعلقنا بحاجات من نبقاش المفروض متعلقين بيها قوي بان احنا دخلنا نفسنا في حاجات مش المفروض نخش فيها يعني بحس ان التعاسة بتيجي من وسواسة شيطان على ظروف خارج ادينا يعني ما بنبقاش احنا اللي اخترناها ولازم دايما نغير النظرة للحاجة ان احنا شايفينها سيء فقط لان في جزء فيها كويس واركز بقى على الجزء الكويس ده مهم جدا بالنسبالي ولي دايما عايشة بي يعني انا في موقف مثلا تلقيني زعلانا قوي وبعايت وبتعصبها وجامد قوي وفجأة تلقيني بتحك وخلاص الموضوع خلص وانتهى ومع انه ما يكونش خلص من جوايا بس انا ما بحبش الاعيات الكثير والاكتئاب الكثير احب الدحك والهزار فيعني تقولي مش مفهومة قوي الموضوع ده بس الدحك انا ويرايح طبعا اي حد بيتعمل معي بشكل مباشر لان الكئابة مش حال هلو مش بحب الكئابة مش بحب الحزن مش بحب القلم يطول بحس ان ده كده غلط ربنا مش خلقنا علشان نفضل يعني حزناء وزعلانين ربنا خلقنا عشان نعمر في الارض ونساعد بعضك بشر ونساعد نفسنا ان احنا نعلي رصيدنا عند ربنا فانا علي رصيد عند ربنا ازاي وانا حزينة ومنهمك في الحزن وفي الاكتئاب وفي الزعل ومش بفكر غير في الزعل وبس ده كده مش صحي لا على نفسيتي ولا على علاقتك بربنا ولا على اي حاجة ده هيجيب لي اكتئاب وهيمرضني وهيجيب لي ابراد الدنيا كلها وهيزعلني وهيزعل المواجهة جدا وبحب الصراحة جدا مع نفسي وإيه الغلط وفين الغلط ووقف نفسي وابدأ من جديد عادي it's never too late to start ولازم نبدأ دايما ان احنا يعني ماينفعش اصيب نفسي احزن ربنا مش خالق الانسان عشان يحزن خالص ربنا خالق الانسان علشان يعبده ويعمر في ارضه ويسعيده بانه يكون كائن صالح وذوريته صالحة والمجتمع معنى صالحين والناس مبسوطة في المعيشة معاه ومرتاحة في التعامل معاه وهو في نفس الوقت بدون ما يغضب ربنا فده هو اللي بيخليني افوق من اي صدمات واي صعاب بعدي بيها عندي سؤال من مايسا بيقول ايه هي افضل مركة حليب بودر في ماليزيا بما اني كنت عايشة في ماليزيا فترة من الزمن فقلت لها ان انا حبحة وهرد عليك فهرد عليك دلوقت يا بيسا في انا كنت بستخدم نوعين حليب بودر دايما بستخدم او حليب مجفف يعني بستخدم دايما حليب البودر كامل الدسم وحليب البودر الخالي من الدسم هسيب لك صوريته ما هو هتطلع لك على الشاشة دلوقت صورة الحليب البودر الكامل دسم ماركة دوتش ليدي فول كريم واخد بالك لان فيه انستنت بودر وحاجات مقوية وحاجات فيها عسل وحاجات فيها حاجات للأطفال دي مش حلوة وما بتبقاش طعمك حلو خالص ومش اصلا المناسبة للطبيخ لازم يكون فول كريم بودر هو اللي انا حبطالك صورته ده واحد على الفيسبوك من عيشة عيشة هي مش بتتحدث اللغة العربية فالسؤال بتاحها بالإنجلش وارود عليها بالإنجلش and she's asking why does my basbusa always turn hard like a rock and this is a very serious question of course the basbusa is an Egyptian semolina dessert if you don't know what basbusa is and عيشة is asking why does it turn out very hard like a rock but عيشة basbusa is made of semolina semolina is durum wheat semolina is very high in gluten so if you mix it with liquids for a long time it becomes hard and rock solid so be careful of mixing it too much number one don't over mix number two buy medium coarse semolina number three try mixing the liquid ingredients with the sugar on the side and leave them aside for several hours before you add them to the dry ingredients and don't over mix and number four try adding baking powder this is how your basbusa won't turn out to be rock solid and now I'll go to the Instagram and I'll ask you how to ask me gozlam the but the jajna is hard to do it can do it in the jajna ايبالي السؤال بالإنجليش طبعا وماحتاج الإجابة بالإنجليش فاعذروني معلش هارد بالإنجليش ايبالي السؤال للأسئلة اليوتيوب عندي سؤال من أكلات متنوعة cooking for fun هي صاحبة القناة أعتقد عراقية وثبتلي سؤال شنو الأكلة اللي دايما تطبخيها لعائلتك تكرارا ومرارا لأنها طيبة وسهلة بوسي أنا معنديش أكلة دايما أعملها لأن أنا شخص ما بحبش الروتين وبزهق جدا من الأكل بسرعة وبحب أغير كتير جدا جدا والأكلة اللي دايما بعملها مرارا وتكرارا عشان هي مفضلة جدا عند أهل بيتي المعجنات والعيش دايما نعمل عيش بيتي خبز بيتي يعني لازم أعمل أكلة دي دي مش أكلة قوي يعني بس هو دايما بعملوا مرارا وتكرارا في بيتي ومرسي جدا لسؤالك سؤال تاني بالإنجليش The final question from YouTube is from XMW McGregor and he's asking are you married and yes I am married I'm very happily married الحمد لله تمام دلوقتي حننتقل للأسئلة اللي جاتلي على AskFM أول حاجة جايلي سؤال ما المكان الذي تحلم بزيارته مكان أحلم بزيارته مش عارفة مانديش مكان خاص عايز أكون فيه أو عايز أزوره يعني بس طبعا عايز أحج يعني فيكون هيكون مكة المكرمة عشان أحج لونك المفضل وهويتك أنا لوني المفضل الأزرق بحب الأزرقات جدا والتشوركوز والألوان اللي زي كده بحبها جدا وهويتي بحب الطبخ جدا بحب الرأس بحب التنطيت بحب الاكتيفتي بحب السباحة جدا بحب التنس بحب الرسم جدا جدا عندي هوات كتير قوي بصراحة يعني مش عايز أتوشكه أغلى حاجة في حياتك أغلى حاجة في حياتي ربنا هو أغلى وأهم حاجة في حياتي ما هو الحلم الذي روضك ليلا ولم يغب عن بالك أبدا أنا نفسي أكون إنسانة نجحة ومتطورة وأحسن يعني أحسن حاجة أقدر أوصل لها كسبة ده هو حلمي اللي يرودني للنهار وحلمي طبعا أن أكون ست بيزنس ومن نجحة ويكون عندي البيزنس الخاص بتاعي أيا كان هو إيه بس أكون ست نجحة يعني مساء الخير عايز أعرف معنى اسم قناتك يعني إيه؟ معنى اسم قناتي قناتي اسمها The Bite of the Light للسهولة لأن بالعربي الترجمة بتاعتها تقيلة شوية The Bite of the Light يعني أطمة السعادة أو الأطمة التي تسبب السعادة The Bite of the Light ماء الوجبة الخفيفة التي تفضلها عند منتصف الليل أنا لا أفضل الأكل تماما عند منتصف الليل ولكن لو جعت أنا شخصيا لو جعت على ميدنايت أو في وقت متأخر مش المفروض أكل فيه أبشرب مية يا إما بأكل خيار أو جزر أرنب جالي سؤال ديني بتقول قيام الليل أبدأ أصليه من إمتى وهل يوجد أفضل أفضل وقت أصليه فيه ولا لا أنا حسب معلوماتي قيام الليل صلاته تبدأ بعد صلات العشاء تصلي قيام الليل بعد صلات العشاء ده حسب معلوماتي يعني فأنتي ممكن تتأكدي بتسألي حد متخصص أو دور الإفتاء يفضل أو تقرأ انتي طبعا بنفسك عن الموضوع أنتي بتشتغلي إيه ده حد سألني أنا حاليا مش بشتغل بس اشتغلت مليون ألف شغلين قبل كده بس حاليا مش بشتغل واخد البيت في دي لايت هي كل همي وكل شغلي وباخد كرصات كده يعني حاجة خاصة بي علشان أطور نفسي وعقبل ما أشوف لسه هشتغل إيه عندي ده سؤال ديني تاني برضو عندي مبلغ من المال كنت أحطه في البنك ناس كتير قالوا لي البنك فلوسه حرام والفوائد بتاعته كل شهر برضو حرام أنا أول مرة أعرف كده أنا مش عارفة دلوقتي استثمر الفلوس في إيه بتمنت في ديني بصي برضو ده سؤال ديني فأنا هحط رأيي الشخصي ولكن يفضل تستفتي أهل العلم وتروحي تسألي في دار الإفتاء أو أي حد عالم أكتر مني البنك طبعا في ناس بتقعد تقول ده زي الربع وحرام وإلى آخرة وفي ناس برضو بتقول إن البنك مجرد زي ما تقولي شركة بتتفعلها بتعمل هي دراسات الجدوة وما بتجيبش مشاريع فشلة أبدا لذلك استثمار فلوسك فيها وتحطيها ويجي لك فائدة على مبلغ كبير تعتبر إن أنت بتدوري فلوسك وبتشغليها معها زي شركة مش مؤسسة تربة فلأن هي تاخد منك الفلوس دي برضو مع أنت يعليكي برضو حجز الفلوس دي ما تقدريش تستفدي بيها أو تاخديها أي وقت أو تسحبيها أي وقت فهم بياخدوها يشغلوها في مشاريع نجحة ويردوا لك فوايد أكنك في بيزنس ناجح فيه ناس هتقول لك لأ ده كلام ده مش صح عشان البزنس في أبسان داونز مرة تنجحي مرة لأ بس يعني دي المفاهيم اللي بتتقال فأنتي يستفدي قلبك وسألي تاني وتالت ورابع وروح يسألي في دور الإفتة وشوفي أنت هتفضلي تعملي إيه وطبعا يفضل تشاركي حد في بزنس التجارة يعني حاجة ناجحة يعني وحدك شاركي علشان الحد ده يكون عنده خبرة أو يفيدك بخبرته وما تخشيش خالص بكل فلوسك ده أولا تخشي بجزء بس وما تخشيش تماما مع لوحدك علشان برضو دي رزق كبيرة يعني تمام حد كاتب مبادئك في الحياة مبادئي في الحياة حاجات واضحة وصريحة جدا حاجات ما تغضبش ربنا أستفتي قلبي لما بيكون فيه لغط كتير على موضوع أو كلام كتير أو رغي كتير على موضوع معين فالأفضل أن أنا أستفتي قلبي ما تضيقش حد بقصد ولو ضيقته بدون قصد لازم تعتذره فورا تمام مبدأ تاني بحب استخدمه قوي اتقن عملك جدا 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 مبدأ تالت بحب قوي أن أنا أكون شخص صريح وواضح ما بحبش اللف والدوران والكتب وكده فبحب الوضوح ودي حاجة يعني صفة مش منتشرة كتير في العالم بتاعنا الناس بتزعل من الصراحة كده على طول بس أنا بحب أقول أنا شخصيتي كده وده رأيي ودي طريقتي ودي أنا كده ما بحبش لأمثل ولا أجد دي طريقتي فدي بعض مبادئي في الحياة حاجة كاتب لي شيء يعجبك في نفسك لا الحمد لله إنها أشياء بصراحة يعني في حاجات كتير بتعجبني في نفسي زي ما في حاجات كتير مش بتعجبني بس أنا بيعجبني في نفسي أن أنا دقوبة يعني ما بحبش أبطل مش سهل أيأس يعني ممكن كلمتين فطفضة أكون يقس بس بتلاقيني تاني قاعدة بتجرب تاني وبأدور تاني وبأبحث تاني وبأذاكر تاني عشان أزبط من نفسي فأنا بحب أن أنا دقوبة جدا بحب أن أنا عندي حب شديد لإسعاد الآخرين ده بيعجبني في نفسي جدا بحب أن أنا مختلفة مش زي أي حد بحب إسمي جدا دول حاجات بحبها في نفسي يعني حبيبتي ممكن تفيديني في مجال الإنجليزي هل ممكن أتعلمه من غير ما ياخد كورسات ولو تعرفي أي أبليكيشن للتعليم أو قنوات على اليوتيوب ياريت تقوليلي وشكرا مقدما حبيبتي أفيدك في مجال الإنجليزي آه طبعا ممكن تتعلميه من غير ما تاخدي كورسات طبعا أي حد مكتهد يقدر يتعلم أي حاجة بدون كورس ولا بدون أي حاجة كورس مكتهد وشاطر ويتعب كده مع نفسه ويفضل يعافل هتديلك كده كان بوينت تستفدي بيهم أول حاجة فيه قناة على اليوتيوب اسمها English with Iman البنوتة دي عايشة بره طول عمرها هي مش مصرية هي تقريبا لبنانية أو سورية مش متأكدة شامية يعني واللغة الإنجليزية بتاعتها جيدة جدا أكتر من جيدة excellent يعني فالأفضل أن انت تتابعيها حلوة قوي وتابعي قناتها هسيب لك ده شكل قناتها هو يطلع لك دلوقتي على الشاشة وتابعيها تاني حاجة لازم تعاضي تعملي practicing وممارسة تكلمي نفسك باللغة الإنجليزية كتير جدا 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 قدام المراية كلمي أهلك بالإنجليزية اللي كلمي صحابك بالإنجليزية اللي هيتطريق عليكي برضو تكلمي بالإنجليزي يفضلك كلمي English 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 لحد لما أنت تتقيني لأن الممارسة هو أساس إتقان أي لغة تمام فممكن جدا من غير كورسات لو أنت عندك فعلا الكميتمنت وعندك الإرادة أن أنت فعلا تعملي ده سيب عايز عرف أنت خريجة كلية إيه وهل درستي في مجال الطبخ وإنت عايشة في مصر ولا إيه أنا خريجة كلية أنا خريجة أكاديمية السادات بالقاهرة بالمعادي التخصص بتاعي كان نظم معلمات information systems ودرست في مجال الطبخ لأ وأتمنى بس أنا باخد الموضوع زي ما اتفقت معاك وزي ما قلت لك وباخده سيريسلي جدا بروح أعمله حاجة زي دراسة فعلا وبروح أشوف الكلام العلمي عن الأكلة والحاجات التي بتعجبني يعني بحب أكون فهمة وإنت عايشة في مصر ولا ألا أنا عايشة خارج مصر مش في مصر للأسف السؤال اللي بعد كده هل تؤمن بوجود الأصدقاء الأوفياء ولماذا؟ أه طبعا أؤمن بوجود الأصدقاء الأوفياء لأن ربنا خلقنا كلنا بأشكال وألوان مختلفين ففيه طبعا أصدقاء أوفياء ما هو الشهر المفضل لديك في السنة؟ شهر سبتمبر بموت فيه وعشاءه ده أكتر شهر مفضل عندي في السنة كلها وعشاء مصيف كمان بحبه جدا كلمة توصفك كلمة توصفني أنا شخص مختلف السؤال بيقول ما هي الأعياد التي تحتفل بها أنت وعائلتك الأعياد المسلمة كلها الأعياد الإسلامية كلها العيد الفطر العيد الأطحى المبارك يعني الأعياد الثانية بقى فيه مختلف الأقاوية عليها بس نحن بنحتفل بها يعني من باب الفرحة والسرور عيد الأم عيد العيد الميلاد يعني وهكذا سنبدأ بقى أن نضع على الأسئلة باللغة الإنجليزية يحد يسألني هل تحب في الآن؟ نعم أنا شكرا لك شكرا لك الحمد لله شكرا لك سيف views 100 eller 100 atau 100. في سياً هنا سيارة لهم سواء من الجسار منheureي 50 then 50ちは سواء هنا طبعاً شيئاً يرى أن فيما أصل في المتازن الا الدران ما هذه هي سيفح م我们 plutôt لذلك أردو شرب ترجمك بالترجمات من المشاهدات من الوحيدات ممنون في عدد استير P ما هو أفضل يا اوتو في초ع تلك أيها الأخير و يجب أن تجربة في تحديم أيها الناس في تجربة إليها أيها غير مباشرة أتمنت جيدة أكبر أو مباشرة و أحبت كل ما أفضل يدعيى في تحديم شبابات باكمبيه أمريكي 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 هذه الأشياء هؤلاء أمريكي أشكركم جدا 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 على أسئلتكم وعلى أنكم تفاعلتم معي وأتمنى دايما تفضلوا متفاعلين معي لأنه يجي وقته أنا اللي هسألكم وعرف كل حاجة عنكم لأنني أتعرف على الناس حبيبي والناس اللي بتنجحني كل يوم أمريكي جدا لكم وأتمنى تكونوا تعرفتوا شوية وسبوا لي رأيكم في التعليقات شكرا